موسيقى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاق فعليات مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفريقى والمؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني أزمة الوقود تتواصل في فرنسا والحكومة تقول إن وقت المفاوضات انتهى وتهدد بإجبار العمال المضربين بالعودة للعمل ارتفاع أسعار النفط خلال التعاملات بفعل تراجع الطلب على الدولر مع انتظار المستثمرين لبيانات من الصين نشرة الاقتصادات المفصلة أهلا بكم انطلقت فعليات مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفريقى والمؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يعقد المؤتمر تحت عنوان معا لتنمية إفريقيا وتشمل جلساته ورش عمل وندوات ومحاضرات وعرض نماذج من التجارب والمشروعات التعاونية الناجحة في مصر والوطن العربي وإفريقيا والعالم وإجراء مناقشات تفاعلية حولها أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار أن مصر سوف تعمل من خلال رئاستها للدورة القادمة على استكمال ما تم إنجازه والتعاون مع الأشقاء الأفريقى لرسم خارطة طريق لمنظومة التعاونيات بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها القارة سوف تعمل مصر خلال رئاستها للدورة القادمة على استكمال ما تم إنجازه والتعاون مع جميع الأشقاء لرسم خارطة طريق لمنظومة التعاونيات بالقارة الأفريقية بما يتناسب مع حجم التحديات الحالية التي تواجهها ولتحقيق ما تصب إليه الحركة التعاونية الأفريقية من طموحات تعزز من قدراتها على المساهمة في تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية والاقتصادية لقاراتنا العظيمة كما أشار الجزار إلى أن المؤتمر ينعقد في توقيت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات سياسية واقتصادية بلغت الصعوبة والتي أثرت على جميع دول العالم الأمر الذي يدفعنا إلى التعاون مع الأشقاء الأفريقى إن هذا المؤتمر ينعقد في توقيت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية بلغت الدقة والصعوبة والتي أثرت بشكل كبير على معدلات التنمية لدى كثير من دول العالم وخاصة في القارة الأفريقية إن تحديات المرحلة تدفعنا إلى تعزز التعاون الأفريقي المشترك عبر العديد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومبتكرة حيث نستطيع تجاوز صعوبة الظروف الحالية عبر آليات فعالة وأهداف طموحة تحقق تطلعات شعوب القارة وفي هذا الصدد تقوم جمهورية مصر العربية حاليا بمد يد العاون لجميع الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة من خلال برتكولات تعاون في العديد من مجالات التنمية كما تساهم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والشبكات الحديثة للطرق والكبار والأنفاق والمحطات العملاقة لتوليد الطاقة والذي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء القارة واخذ المؤتمر أوضح رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان حسام الدين مصطفى رزق أوضح أن الهيئة تعمل على عدة محاور مبتكرة لتعظيم دور منظومة الإسكان التعاوني في التنمية العمرانية فقد عملت الهيئة العامة لتعاونيات بناء إسكان في عدة محاور مبتكرة تهدف إلى تعظيم دور منظومة الإسكان التعاوني في المساهمة في تنفيذ مخططات التنمية العمرانية في مصر فقد أحد المحاور إنشاء مشروعات تعاونية استثمارية يتم من خلالها دعم سعب الوحدات التعاونية من عائد بيع العناصر الاستثمارية ومحور آخر هو إنشاء مجمعات عصرية لإسكان التعاوني بالمدن الجديدة حيث يتم تقوم الهيئة بالتخطيط والتصميم وتوصيل المرافق الرئيسية إلى الأراضي وتسليم هذه الأراضي إلى جمعيات الإسكان التعاوني لإنشاء مشروعاتها عليها أكد وزير البترول طريق الملاء الكزام مصر وجاهزيتها لضخل غاز الطبيعي إلى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله بالأراضي اللبنانية وخلال استقباله وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض أكد الملاء استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرة للأشقاء في لبنان في مختلف الأنشطة من جانبه وجه الوزير اللبناني الشكر لمصر على موقفها المساند دوما للدولة اللبنانية أكد وزير الدولة لإنتاج الحربي محمد صلاح الدين أن الوزارة تعمل على تعميق التصنيع المحلي الاستراتيجي جاء ذلك خلال مشاركة الوزير ورئيس الهيئة العربية للتصنيع في احتفالية افتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة التي تعد إحدى الشركات الجديدة بالعربية للتصنيع خطة متكاملة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة فرص الاستثمار ومن هنا جاء افتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة احدى الشركات الجديدة بالهيئة العربية للتصنيع الصرح الصناعي المتكامل مجاهد باحدث التكنولوجيات الألمانية لتلبية احتياجات وزارة الداخلية والتصدير للدول الافريقية والعربية اي منتج بيصنع في الخارج وبيستورد نحاول جاهدا ان احنا نصنعه ونكتزب استثمارات ونكتزب كبريات الشركات العالمية لتصنيع هذا المنتج على الهيئة العربية للتصنيع بإذن الله احنا بنفكر حاليا كمصنع وكهيئة بالتعاون مع مجمع الألمونيوم في ناجة حماني لانتاج الخامة الرئيسية لللوحة المعدنية من الألمونيوم المصر انجاز جديد للصناعة المصرية يؤكد قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة التطور العالمية بإنشاء هذا الصرح الصناعي المتكامل بأحدث تكنولوجيا التصنيع الرقمية وتدريب الكوادر البشرية كما تم استعراض مميزات اللوحة المرورية المؤمنة حيث أنها مطابقة للمواصفات العالمية من حيث جودة الخامات وعلامات التأمين بلزق سطح العاكس في علامات تأمينية مصر وإيجيبت اللغة الإنجليزية ومصر باللغة العربية بعد كده بتدخل في مرحلة تانية بيطبع علامة الهولوجرام تحتوي على 12 علامات تأمينية بعدها بتدخل في مرحلة الأخيرة أو قبل الأخيرة اللي هي بمرحلة القطع بتبتدي تبع كلمة مصر وإيجيبت تبعها بحروف بارزة رقب الإسم بارز وختم تأميني في ظهر اللوحة باسم بكود المصنع بيجينا على الشاشة على يوم إس اللوحة كاملة مكتوب فيها الأرقام والحروف بيشتغل الفن المختص اللي وقف على المكنة المكينة بيتم طبع الحروف والأرقام الموضوحة إمامها على الشاشة بيبدأ كابسل اللوحة يدويا بعدها في مرحلة الثانية اللي هي الفويل الأسود يتم طبع اللوحة الفويل الأسود البدود اللي وراء أو كلمة إيجيبت ومصر اللغة العربية والإنجليزية يتم طبعها باللون الأسود إذن فمصنع اللوحات المعدنية الذي افتتحته لهيئة العربية للتصنية يعد الخط الأول من نوعه لتصنيع لوحات المركبات المؤمنة بتكنولوجيا ألمانية وبأياد مصرية لتتوافق مع منظومة النقل الزكي صناعة جديدة أضيفت لتلبية الاحتياجات السوق المحلي من اللوحات المورورية المؤمنة كهدف استراتيجي بالإضافة لتصدير الفائد من التقاط الإنتاجية للخارج من الهيئة العربية للتصنيع كريم كمال قال وزير المالية الفرنسي برانالو مير إن وقت المفاوضات انتهى بشأن أزمة الوقود يأتي هذا بينما واصل العمال الإضراب الاحتجاجي في عدة مصاف ومستودعات للمطالبة برفع الأجور بشكل يعكس الزيادة في التضخم كانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد حذرت عمال قطاع النفط المضربين من أن الحكومة قد تستخدم مجددا الصلاحيات التي تخولها لإجبارهم على العودة إلى العمل لتخفيف شح الوقود الناجم عن تحركهم وتواجه ما نسبته نحو 30% من محطات توزيع الوقود صعوبات على صعيد الإمدادات بأحد أنواع الوقود وفق بورن التي اعتبرت أن هذا العدد كبير جدا وجاء تحذير بورن بعدما تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في باريس احتجاجا على غلاء المعيشة وتقاعص الحكومة في التصدي للتغير المناخي طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألمانيا بإبداء تضامن أوروبي في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة محذرا من أن الإخلال بالتوازن على صعيد التنافس يمكن أن ينجم عن الخطة الألمانية الضخمة لمساعدة الأسر والأفراد وحكومة المستشار الألماني أولف شولس متهمة باتباع نهج أحادي بإعدادها خطة مساعدة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو لدعم الأسر والشركات وهي تتعرض لضغوط يمارسها عدد من الشركاء في الاتحاد الأوروبي لإبداء مزيد من التضامن الأوروبي أعلن بنك إنجلترا تمديد برنامج شراء السندات الذي أقره في العاشر من أكتوبر إلى العاشر نوفمبر المقبل ويوفر البنك احتياطيات للبنوك من خلال تسهيلات إعادة الشراء قصيرة الأجل الخاصة به كل أسبوع والتي تم تصميمها لضمان بقاء أسعار السوق قصيرة الأجل قريبة من سعر البنك قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو أن إن بلادها تسعى إلى تقديم طلب للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة من صندوق الاتحاد الأوروبي المعني بالتعافي من الجائحة بحلول 11 من نوفمبر وأضافت الوزيرة أن الحكومة تجري محادثات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة التمويل وتعمل على تنفيذ أنظمة تدقيق ويذكر أن أسبانيا تجاوزت موعدا نهائيا حدده الاتحاد الأوروبي ما يعرض التمويل للخطر ومن المقرر أن يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعاتهم يومي الخميس والجمع المقبلين يبحثون مجموعة من الخيارات لوضع حد أقصى لأسعار الغز ووصلت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى طريق مسدود منذ أسابيع بشأن ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لأسعار الغاز وكيفية ذلك كجزء من الجهود المبذولة للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة يعتزم الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي اقتراح ألية للحد من تقلبات أسعار الغاز في التكتل الموحد ومنع الصعود الجامح في أسعار تجارة المشتقات لكبح أزمة الطاقة في المنطقة ومن المقرر أن تفرض الآلية المؤقتة المصممة من قبل المفاوضية الأوروبية تفرض حدا متحركا للسعر للمعاملات في السوق الهولندي وقالت المفاوضية الأوروبية أن ذلك الإجراء سيساعد على تفادي التقلبات الشديدة وزيادة الأسعار علاوة على المضاربة التي قد تسفر عن صعوبات في توريد الغاز الطبيعي لبعض الدول الأعداء أظهرت بيانات وزارة الخزانة التركية ارتفاع عجز الميزانية الحكومية إلى ما يعادل 4.23 مليار دولار في أغسطس وتعاني تركيا من ارتفاع كبير في معدل التضخم والذي ارتفع على أساس سنوي لأعلى مستوى في 40 عاما أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على تسهيلات الأقراض متوسطة الأجل دون تغيير عند 2.75% كما أعلن البنك أنه سيبقي أسعار الفائدة لمدة عام دون تغيير للشهر الثاني على التوالي مشيرا إلى أنه ضخم قيمته 70 مليار دولار من خلال صندوق متعدد الأطراف ارتفعت خلال تعاملات اليوم بفعل تراجع الطلب على دولار مع انتظار المستثمرين لبيانات من الصين وارتفع خامل قياس الأوروبي مازيك برانت بنسبة 9.10% ليبلغ 92.48% للبرميل وزاد الخامل الأمريكي بنسبة 9.10% ليصل إلى 86.34% للبرميل في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بعمليات شراء بعد الانقفاض الحاد الذي شهدته الأسعار في الجلسة السابقة وزاد سعر الذهب 5.10% ليصل إلى 1650.49% للأوقية وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1% وزاد البلاتين 5.10% وارتفع البليديوم 1.9% تباين أداء مؤشرات البورصة الأسيوية لدى إغلاق التعاملات وانخفض مؤشر بورصة اليابان الرئيسي بنسبة 1.16% وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 98.100% في بورصة هونغ كونغ تراجع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 62.100% بينما خسر مؤشر شينجاهاي الصيني بنسبة 2.10% تكبدت شركة التأمين خسائر بلغت 75 مليار دولار بسبب الإعصار آيان الذي ضرب الولايات المتحدة وبذلك يصبح الإعصار أكبر كارثة طبيعية لقطاع التأمين الأمريكي منذ عقود بعدما اكتاحها كل من فلوريدا وكارللينا ختم أخبارنا الاقتصادية ولم يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من عنوين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقوا فاعليات مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفريقة والمؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني أزمة الوقود تتواصل في فرنسا والحكومة تقول إن وقت المفاوضات انتهى وتهدد بإجبار العمال المضربين بالعودة للعمل ارتفاع أسعار النفط خلال التعاملات بفعل تراجع الطلب على الدولر مع انتظار المستثمرين لبيانات من الصين ختام نشرتنا الاقتصادية شكرا نظيم المتابعة إلى اللقاء